احلى غاديو احنا حاولوا ان نقدموا الاضافة في البرنامج جذية وليزم نذكروا لكل الزملاء في راديو يفهم يحملوا البندرو جذية بطبيعة في حركة احتجاجية على تأخر صرف الاجور للصحفين والتقنين والعملين في ذات يفهم لمدة تقارب سبعة اشهر هذيك عليش اخترنا انه نواصلوا العمل ولكن بحمل اشارة الحمراء اللي تشوفوا فيها على ايفام تيفي واذا حسينون اليوم معنا زيدة جي جي ملكة الاخبار الغريبة والعجيبة جي جي سباح النور سباح الخير سباح الفل علي اسمع فينا الكل نحب نسلم برشا كما قال وسيمة علي تفرجوا فينا في ايفام تيفي من كافة انحاء العالم من كوريا من السين من برشا بلاي سخرين نحب نسلم عليهم برشا برشا ونقلوا مقادوا معنا وتابعونا دي معنا جديد ودي معنا ترنديت ودي معنا الاخبار المزينة وانا نحب نسلم برشا على المستمعين زيدة اللي يسمعوا فينا وليتفرجوا فينا علي ايفام تيفي نسانيو لي كومنتيق بتاعكم كيل عادة سيخطو على سؤال الحسة سؤال الحسة اليوم يقول هل تأمن بالمثال اللي يقول الشركة تركة تأمنوا الاشتراك في الحاجة الشركة في العمل تنجم بتوصل الحاجة ولا تعمل كل المشاكل نستدق انتانيو ايجابيتك مع الباجور هل تكتنا غاديو ايا فام سينو ضيفتنا الممثلة لحضرت معنا جمعة لفيت تلمو حبينا حضورها حضرة معنا زادة الجمعة هذية الممثلة بشرة السلطاني هاي جاية في الثنية ما تعطيها جفار ميسيش ميسيش زيت ما تعرش قوانينا البرنامج جيسر ما نعطيها جفار سينو ذكروا المستمعين وسينو نحس تحب تحتاج اما مكش من الجمعة لا والله لا لا نحتاج على بشرة ضيفتنا كوميب حتى كن مرة ثانية تقع ضيفتنا بيه نذكروا الفار للناس اللي تحقوا بنا ولا اللي ما زالوا ما يعرفوش الفار الفار ينظم البرنامج هذي اي انسان يعمل اي غلطة ولا سيخطو يعدي اي موجات سلبية في البرنامج اللي نحنا ولا للمستمعين شنو يعمل تحصل على باق هذة هو السوت وتروها فار يغادر الحصة ما غادرنا هذة حتى كان وسيمة السعف يجبتم ولي غادرنا المرة مرة واحدة اي شوية جيتكم مرة وسيمة تحب كل يوم انتي سمعني تغادرنا مع شوية ظلم غدرتكم مرة واحدة كان الفار بالرسمي يمشي بالقانون وبقانون البرنامج سوى من وصلوش انتي سورتو انا عندي الحسانة نذكر المستمعين انا نجمو قولش نحب نعدي الحسانة نذكر بلوتو نحاول نتقايد بقانون البرنامج سينون يسنا فيكم لليوم مع تراندية جي جي شوي اخر بش تعرفوا هل التعامل بالكاش ولا بالكارتة يخليك اكثر سعادة حسب رأيكم كنتصرف بالكاش ولا بالكارتة انه فيهم يتخليك اكثر سعادة في دراسة بيانسوا ما نحكيوش حقيقة احنا راو ديمة دراسات هالمية مع جي جي سينون سمعنا باغنى امرأة في العالم اغنى رجل في العالم اغنى مقترع اغنى ونعرشنا رجل اعمال اليوم مش تحكينا جي جي هل شنو حاسب رأيكم اغنى حيوان في العالم تحديدا اغنى كلب في العالم اليوم مش تحكينا علي انا رخيق قسمعات الخبار قاعدت نغزر للا واتخد خاليها جي جي هي ومستمعين هم سنسين ببعضهم استنيوا بربي بش تعرفوا سيخطو قيمة ثاروتو خطر انا اللي بها ما نتصور انتو يكلبا ذي خدم على روح كونا هو مو صاحبه موليه هو عسامي تتلين كو الروح بروح هو منحرق لكش الترين داما هكا ساسو فالي هو مش هو كو الروح بروح الفيه دا ما تغيروش منه كها عندو برشة فلوسة تي برشة فلوس شوية نحاول ما نغيرش منه نكذب عليك طم بعد طم بعد ناقشوا الموضوع هذي سينو نورما ما نستانا يوسرا مزلت مع بشرة بش مروح مروح سي شوقي وبشرة راوسي شوقي شو يخش فما اسم اخر خلط فيش فكرني جين شو اللي اسم لها دي ما نغلط لا لا دي ما تغلط دي ما تغلط الاسامي تناعملك دراسة على الانسان على الناس يغطف لس بي قل بي حبيت نحكي انا على حاجة فما حاجة مفرحة بما انو احنا نحكيوكين عن موجات الايجابية من الايجابي جدا انو نشوفو انو سينيما التونسية قاعدة تنتج انو قاعدين نشوفو في افلام في اللي سالدو سليما قاعدين نشوفو في دي جون معناها رياليزاتور قاعدين يقدمو في خدمة مزيانة بيانتو مش نشوفو الفيلم الجديد متاع قايس شقير اللي ولا موعد سنوي تقريبا كل عام قايسي خارجلنا فيلم ولكن انا احضرت البارح في لفن برمير متاع فيلم بوليس لمجلس ميري ما قلتنيش ما هزيتنيش والله هما استدعوني وانا لبيت الدعوة انت شجعنا باش نمشيوا والله يكن قلتلي ننزلتوا معايا مش مشكلتوا نتفرجوا فيه ونمشي ونعملوا في اللي سالدو سينيما أبارتير من لوفا معناها نورمال مو من البارح قاعدين في شهر احنا اليوم بيزنوف بداية في اللي سالة بداية في اللي سالة يعني في مستوى عالمي نحكي من ناحية الإخراج من ناحية الليماج من ناحية اللي سنسنا بها مجلس ميري في سلسلة بوليس صح ما يجلسري هذا فيلم بتقنيات سينمائية هو مالغريكو يخدم حتى السلسلة بتاعه بتقنيات سينمائية ولكن الفيلم هذا بصراحة حاجة معناها في الإخراج وفي الليماج انا نعطيه تسعة لعشرة لخاطر شوفنا بالرسمي النجوم متاعنا كميل التويتي مونين نوردين بحر الرحالي نظال السعدي لكلهم في أكسيون ما شفنا هاش قبل في خدمة معناها متاع أفليم أكشن مارينا هاش كان في الأفليم الهوليو دية الأمريكية انا جوفواه اللي فهم ضعف صغير في السيناريو كنت نتصور انه السيناريو بش يكون أفضل ولكن في المطلق وفي المجمل الفيلم كان ممتاز على كل الأصعي ده وبرافو اللي كيب الكل اللي خدمت على الفيلم برافو للجود أكتور اللي كان مزيان على الأخر الضحكة موجودة الأكشن موجود القصة مزيانة على الأخر وبطبيعة صورة تونس ديما في العليلي وعجبتني حاجة عملوها وختموا بها الفيلم اللي هي أوماج ليسر الجرادي نرجعلك ديما الغناية اللي حبينيها الله يرحم يسر الجرادي وان شاء الله ديما نكونوا يعني في ولاء دائم لهذا الوطن للبلاد اللي أحنا نحبوها مهما كانت الظروف نحبو بلادنا ونحبو تونس ونضيفو عليها إلى آخر مجلس ميري من أحسن المخرجين نحب بيسر أعماله مجلس ميري وانا والله البارح عرضتني فات نحب اخترت باش نفرش الفيلم في دار المسرحي مع سيمسانهيج بيانسور في برد يعرض في دار المسرحي عشرين وحدو عشرين عشرين نوفمبر غدوة وبعد غدوة وبعد غدوة والأسعار في المتناول عشر ألف فرانك معني اخترت باش نفرش بحر سليم كوكو سليم مش غريب راهو على السينما تونسية مروى من أول الدنيا راهو السينما تونسية من القديم الزمان عندها بلاستها راهو ويحبوها برشا حتى فما أعمال اليوم يتحكي فيها وسيمة كما صمت القصور كما فما برشا أفلام طوما نستحضرش كما فيلم السايدة معني عنا أفلام أحنا ديما مش لتنا يعني قلت لك الانتاجات وكل شي وبوليس عنده جمهور تجي عنده قاعدة حاضرة معنيها من السلسلة وتزادت عليها على خاطر فما عبيد تحب الأفلام على إنها تتفرج في سيغي دونك إنا مع الفكرة إنه مثلا السلسلة تتحول إلى فيلم فما حاجة صغيرة جيهين إنه أحنا خرجنا من السينما دوتور ومشينا للسينما كوميرسيال بلوزو ما سينما اللي تفرج بديها قيس تقريبا وحاطة عبد الحميد بوشنيق راهو عبد الحميد عبد الحميد هو بدي يعني السينما التجارية ومش تجارية بحتة راهو مش هكا تجارية كيما أفليم السبكي جي الديزان راهو تجارية خطر فيلم داشرة كان راهو غيفوليوسيون في السينما التونسية يعني تخول أول فيلم رعب في تونس أول فيلم العباد راهو أول فيلم يرجع مصاريفه ويدخل ريفنو للمنتجين متاع الفيلم بالحق معناها نعتبره إلى اليوم أكثر فيلم حقق إرادات في السينما التونسية على خطره هو ليحل الباب للمخرجين مش يخدموا السينما اللي يتفرج بيجمع الفكرة كتبا موجودة طب بعد نحكيه على فيلم دوم ونحكيه في وقته وناخذوا المخرجين أكيد في حوارات لنس حيارين مغرومين بسينما يحب بشو تفرج وياخدوا فكرة على فيلم وقعت قتلينكم بوليس السوختي ما زالت كتعملوا تمتع الفيلم ننصحوكم بشو تفرجوا فيه سينا الكويز اليوم محصورة بين أسامة و جي جي اليوم المنافسة على أشدها أنا منيش بش نحايل نوعاتكم المستمع دربي اليوم اي دربي صحيح بشرة ما زالت ويحلى في لفلوم برياج بشرة سوطان ومنعت هايكا بالله خليني نقول كلمة على الروتيكس راهو بالحق لازم يلقاهو حل من منوبة حتيش للمطار ومشة ثمانية رو بعد ثمانية خلع بيدة ذوكم اللي في الكييس وقتها يخدمو طو أنا ديزون نخدم التسعة نخدم ثمانية ونص نخدم ساعة غير بع ساعة تسعة ودرجين حتى لحديش رو تجم تلقاه مازال مليان معني خطر خطر نشوف كليك ولا اللي يخرج يقول لك هكو لهاكو بش نتعطر لنا خلنخرج ماخر شوية يلا يا جماعة خلنا نمشي للكوز نختبر نشاتكم اسيمة حزتكم كشنا شتيسر اليوم اما كمام خنشوف اليوم مش يربح اتجو كي اختوت سويت في الكوز عندكم الحق في ايجابة واحدة متبدلوش عندي اجابة للي المواجه استمزز فيه نوع من لا لا مواجهة اسيمة برمي انتي عليها على خطر خطر اسيمة ديما كان عنده الحق بعد ما يتنقح القانون هذية كان يقول الاجابة واختها اختيها اختيها اجابة اجابة في اي عام تم اكتشاف الكهرباء لأول مرة فانا قرن بي خانس اهل لكم الكهرباء المصبح الكهرباء الكهرباء الكل الكهرباء وقت اتعملت التجربة متاع الطائرة الوراقية باش يوريو اللي لبرق فيه طاقة تخليها اللي نعرفه انا الف وثمانية وحاجة القرن القرن قرن في منتاش بغاو جيجي اما الدات لحتيك انا قلت في اي سنة ما قلتش فانا قرن باي نرجع لعنافار ونرجع لفيديو مسجل قلت لكم عطيوني القرن باعد سؤالك في اي سنة باي اي مش مشكل انا نتنازلوا اي سنة ترا ما نعرفش ليه ما نعرفوش ليك يا قتلي فانا قرر اني قتلك في ديزويت يام سياكل يا جميل والله نعرف اللي هو نعرف اللي هو في ديزويت يام سياكل اي يا عرف يديك تقولي الحرب العالمية اه ثانية وقفنا عادي نقول في القرن العشرين اسمعني باجا انا قلت فانا قرن ولا ما قلتش قلت في انا قرن اسما في قشوان اي ومعاش تنقشوني سؤالك في اي سنة اي باي يا سيدها اسما نجمو نتمردو ونحطو اليد في اليد ونتمردو ندور عليها حتى كان انا غالطة ميسيرش حسنة وكان انا غالطة ميسيرش وتسأل اللي تحب وتبدل السؤال واصدقاء السيف راونا وينك والله وتبدل السؤال في وسط السؤال اذية اذية اقعد الذكرها جيجي السؤال الثاني اي مذيق يفصل بين اوروبا واسيا لعلق مذيق يفصل بين اوروبا واسيا قناة سويس مذيق 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 جبل طارق مذيق البوسفار بسحي بوسفار 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 مهلا بوسفار مهلا مهلا عزيا المال ياربط في البحر الاسود وبحر مرمرة دونك المخ الملسك بالحق لازمتنا نمشي ولها بالحق مرمرة البحر الاسود نخي على مرمرة البحر الاسود حاجة بالحق كيف شريتها هنا بتبيعها ولا تراك بشي فالتونا في المسلسلات حاجة رهيبة ياسر محليها السؤال الأخير يا جماعة. ما هو الكوكب الذي لديه اكبر عدد من الاقمر في سنة? سؤال سرعة. تعرفوش? ما قريتوش? ما خذتش هاكل مصوعة صغيرة وانتي صغير? يا عادة. لا. يا عادة. ما انت? احنا كله زوحل. مش تيري. زوحل. امان يا. بي على الاسئلة سيري. والله ليه? امان يخيش نقوله نحنا كوكب زوحل معروفة. خليلي مع ايدي لي من سيري. ما فهمتش عميش دي ما اينا يشكو فيا بانجور. انا نحب نفهم. تفهم في الكوكب براية. انا تفهم في كل شيء امان. تحب نعتيكم الصراحة. انا الكوكب هنا ما نعرفوش. ما نعرفيش القصة. اما احنا دي ما شوقونه. يخي تخصيب روحي وزاي من زوحل. الاكرب ان يقول زوحل على المريخ. اي 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 زوحل. مشيت للمريخ خطر المريخ هو. مشيت للمريخ. مشيت له بافكاري بيانسور. اي اي خمامت في المريخ. انا دي ما ما ظلوما. بي ما ظلوما مسكينة. جي جي ما كوين مربحت معنا جوكيغ لليوم. بغاو جي جي. دونك عندك الحسانة جي جي. دي ما عندي الحسانة. لحظة لحظة خراحت فلو بيك عليها كي جميع. اي اي امسي ينسى الوضعين. سي ما ريتك. تشكر عبد. جاي. قل لي للا. لا سمحني هذي مش شكر هذي بكل مقدارك. جدارك. يعني اشكرني يقول لي ميخسية على الجهد على المرنمو. إيك. اما ذي حقي. حقك اي. امان. امان اللي يتفرجوا فيا دفوا علي امان رأو سيما ومروان. لي وما عملو فيا. عاملة في روحها والله. مروان حب نسلم امان على عواطف حمدي ونقول لها ميخسي وانتي احلى قالت لي محلى صوتك جي جي. اه. عواطف محليها وتبع في نديمة هي وجوليا اختها. اه انسلم عليها من الاوفية متاع الراديو من المستمعين الاوفية. محليه جوليا اسمها. جوليا عواطف. حتى كومنتيك مشاهلا على هي والمستمعين قصة حب. باشا كومنتيك واني نقرأ لك ها قدري ملي كومنتيك واني نحرمك من شاي. سينا نحبا نقول سباح الخير سباح الفل الورد والياسمين سامحوني اينا ما نجمش ما نعملش روتيني اليومي. ما نجمش ما نتفقدش جيريني فلان بوتواج. فما بولو بيذا اليوم ملقينا هاش. دونك مشينا كورتاج لكم. انفاركسوا سامحوني هذك على شبتيت. نلقاوها في قهوة لاروزة. موليها يعمل في قهوة زمرنا عليه. وخرجنا معنا في الكورتاج. وانا هاني بحديكم اليوم. مرحبا بيك. حليك على أصحابه. بيعطي لكميزرا هويا بشرحها بيتك تربحها جوكيغ. اه ميسيج. ميسيج. ميسيج كونش تحب. انا لما حال نسمع فيكم حكينا على مجد اسميري. اي 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 اي. فينا على الموجات الايجابية. وينك في الفيلم بشرة؟ بالله. وينك في الفيلم؟ والله ينخدم. انا موجزتين فيما تخيزتو تايا تخدم عندي التزامات مهنية. سينا هو ما استدعانيش. ما قلكش استدعاني وانا ما ممشيتش. اما كومين بيش نمشي معناها. آي لازم لازم تشوف. طلعوا شكو لقيت غادي. مراد بن نيف لا. تحية. تحية المراد تلقوا مع النهار تخيص فيه. رحية كثير المراد. سينو شوي اخر تران دي جي جي بيش نعرفوا اشكون الكلب اللي ثروته تفوق القديش مئة مليون مئة مليار ظلا خليني نترجمها بفلوسنا نحكيه على اغنى كلب في العالم ما عادش نحكيه على اغنى رجل ولا اغنى امرأة سينو بيش نعرفوا في دراسة وكلها امور علمية وكلها دراسات مع جي جي كل عادة كي تصرف بالكاش تحس روحك خير ولا كي تصرف بالكارتة اندي اش تقول بشرة. انا كما نصرف جنو والله. كما مروة انتي. لاحظة لاحظة لاحظة. مش كما مروة بالحق انا كتن انسانا نصرف اما سألوني قالوا لي مروة اندي كي تصرف بالكارتة خير ولا كاش خير. قلت له فيه جميع الحالية قلب يوجان. اي انا خلل مفي في الكم. اما فما حاجة ابرك من حاجة معنى احنا بلازمنا نصرفوها ذاك. اما على اقل تونك تشفو. انا لقل ما زلت ذاك ما خلاتلوش سينو اليوم ما ذاكروكم سوء اللي حسا يقول هل تمن بالمثال اللي يقول الشركة تركة هل تمنوا بالشركة في المشاريع وإلا ليه. تجمو تجاوبونا على سؤال اذي على الفاش فيسبوك متعنا. غاتجو ايا فهم شي اخر نقرأ ولي كومنتيغ متاعكم. وذيفنا اليوم اللي بجاوبنا على سؤال الفنان. اني نحب ويسر وليد. اصالحي بجيكون ديفنا في ساعات الثانية. في عطاير توت سويت تراند جي جي. لا جي جي. احنا مش حكينا على شوكولات دبي واللي عملته شوكولات دبي وكتراند هذيك الكبير اللي عملته الشوكولات هذيك. التراند هذيه يسبب مشكلة كبيرة في تركيا واللي هي الفصدق. على خاطر برشة علامة تجارية قلدتها وصنعت منها واللي زادتين بلا وسيمة اللي كنا نحكي وعليها في تركيا انه في حلقة من حلقات مسلسل التقر الرفرف. لكنا نعرفون مسلسل اللي خذي صدية كبير. ظهرت إحدى البطالات في المشهد هذيك تقول فيه اللي هي شي هي شوكولات دبي مما تسبب فيه نقص كبير في الفصدق في تركيا. زاد الطلب على الفصدق وبتبيعة. شنو بشي يصير؟ السعر زاد بنسبة 10% والهوني نفهمه قديش ينجم المستهلك يتأثر بساج في إذاعة وإلا في تلفزة وإلا وخاصة في مسلسل معناها اللي هنا تركيا كيما عادتها دي ما تتسوق وتبيع المرهدية تحت في البيج متاع الشوكولات دبي ومما تسبب في الفصدق ولا ما هوش موجود في تركيا. لأي خطاء الرفرف جديد هو فيها أجزاء أجزاء أخذ نبكر الجزء الجديد. في الجزء الجديد هذي تحكي على شوكولات دبي مما تسبب في مشكلة متاع فصدق في تركيا. والله ذاكية ذاكية جدا من تركيا. الحقيقة روجت للسياحة على الأخر بمسلسلتها. روجت للشوبينج في تركيا بمسلسلتها. وليوم قاعدة تروج الدماغ كغيمون في مسلسلتها. والله أنا جاب خيسي مع أنت يسري عجبني قاعدين نعمل في العتراك في الدراما متاحهم. وقدش يركزوا على بلادهم. معناها دي جا تلقى واحدة تبكي تخمم في واحدة باش توصر الواحدة تعتها لتركيا كل. اي اي اي. ومبعد ترجع تريك لي ما زل تبكي. غيان كو بش تشاهيك إنك تسافر. وانا نعرف برشا سافروا التركيا وستنبول غيان كو بش يمشيوا للبلايسا ذوك يشوفوهم ويمشيوا المسلسل وين تتصور مع رش. هو توينسا من أصل الدنيا يمشيوا التركيا. اما زادوا برشا. من وقت المسلسلت التعالسما والمسلسلت المترجمة وكرشا تزاد. قولي بشرا. اينا تفرجت في ختاب اردوغان عام 2000 بالضبط. وموجود مواثق الختاب هدايا اللي قال فيه بالحرف اللي بش تصير ثورة اعلامية وسياحية وانترقوميات كي نقولوا درامية مع انتا كوميديا وماجدية مع انتا دونك ودرامية سي تركيا. وايفكتفما يامنين باش بديت لحكاية بديت لحكاية بديت لحكاية ما من منحكيوش على سنوات الضايع ودرشان ومهند وبدأت لحكاية بالشي اللي اللي يسميه حريم السلطان لحقيقة. ما نحن بش نظر ما نسميه مسلسلين. لحقيقة. لحقيقة. معتها لاي تخفين مسلسل ولا اكثر من مسلسل. اكثر لا لاي شد اذغ. محكيوش على اخت سليمين. محكيوش على اخت سليمين. محكيوش على اخت سليمين. محكيوش على اكثر المسلسل اللي تم مراسة ميزانية في العالم العربي. وفي العالم خاطر نفرش دوكومنتيقة على الميزانية متاع حريم السلطان. معتا يدولي ثاني اكثر مسلسل ترازدت له ميزانية في العالم. هو افلين من المسلسلات تاريخية يتكلفوا برشة. دي غذاك عريش في تونس مع الناش برش. عمال سامي الفهري مرة مسلسل اسم وتجر حاضرة. وللاسف ما توصلش لاسباب ما دايزة. يسرف فيه برشة وملقاش كيفيش يرجع فلوسه دوك. بالنسبة ليه تجربة ديكة معاش تتعاود خاطر مصروفها اكثر منها. قول هونيا نحكيو على الظوق معناها الظوق قديش تبدل خاطر وقتا في قناة اخرى منفسة. فما مسلسل اخر اللي هو ذولي شور بقاعد يتعدى اون فغاليل في نفس الوقت. ومسلسل رائع ورائع جدا لذيك تيجي الحاضرة. وانا نتصور في الاعادت راهم نتفرجو فيه العبيد. بخونت خبشرة وحشت مسلسلاتك معاهم صغري بربيد تذكرهم. اكا خيزورانة. ولا لا. بنت الخزيف. بنت الخزيف. وقارفتك الغنية اللي تون ذكرة. في المهديية تسارة. بنت الخزيف. لكم يجيين. سلمة الحفظ. ومثلة إذاعية لذيكة. سلمة في اينا موجودة كلمتها. حبيت مرة نستدعاها بحدينا. تشوفوها. مش رافضة الظهور الاعلامي ولكن تخير انها تبعد. تخير انها تبعد. تخير انها تبعد. على غالب هي اختارت. وبومعيزة سمحوني استسمها. خيزورانة بومعيزة. مفلت شوية. استدعيتها وجبتها بحدينا للراديو. قدش نحبها. قدش نستلجي. قدش دعم رائع. تشوف فما فنانين بالرسمي ظهورهم في الاعلام قلي. مثلا الممثل هشان برتقيس. كي كلامتو استدعيتو بحدينا للراديو. انا قل لي كلمة ما ننسهيش. قل لي كيفيش تفكرتني. شوف كيفيش شنو جايل بيليك مش تتفكرني قتلوا رائعوا فما ممثلين ديتدى فيش نقولوو احنا. استنسنا دي مرة وهم في الميديا في التلفزة في الراديو. لازمنا نتفكرو هكال مليزيكون اللي 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 الليع العبوا ادوار صغيرة ولكن اثروا في المشهد الدرامي ولكن خليوا الامبرنت متاحهم. ولازمنا نتفكروهم كيما مدام فوزيه بو معيزة كيما سلما الحفصي كيما بورتون فهم ببرشة بعدوا راو. عيدة ابو بكر معاش عبتو ظهر سلمة الحفصي معاش عبتو ظهر برشة برشة زهيرة بن عمار ظهورها قليل برشة برشة زهيرة يلزمها حصى واحدة لما را متفدلكش معنا عملتلنا كالسيد كوميت والجو وبدلتنا خطريت السيد كوميت آآ آآ يا جماعة راو نحكيوا عليكم ميديا دي للارش آآ آآ تشو معناها من قينا في المسرح باش نقريها ولا باش نخدمها صعيبة. خلي يا انتي بيش ترجحها من تلفزها. حاجة اخرى بشرة. سمحني. اي. وبعد رقدت قعدت. قعدت زادة من غير حسة. من غير. وخرجت لنا فاك البرسوناج. انت عنا عورت لهوي. اي. ابداع ابداع ابداع. ولهنين مروة نشوفوا احنا قديش كنت عنا قدرة انتع اتقال لغة عربية. خاطر ممثلين هذوكم الكل. انا خدمت معهم الكل. بالحق اللي يا شرف اني تعلمت من منهم. راهوا المسلسل الاذاعي. راهوا صوت والقاء واتقان لغة عربية. خاطر مهم جدا. عندك كان الميكرو واوراقك في ديك النص المتاعك. يعني بش توصل بصوتك هذيك الكل. ولهنين بالحق انا نتأسف عليش. احنا ما كنش وقت من اوقات نفسه سوريا لو كان جيت عنا الامكانيات. مروة قاعدت في مخا في المهدية يا حادثت. صارت. معناها لغة عربية اتقان كبير حاجة رهيبة راهوا. معناها بالحق لن نجمو نفسه لو كان جيت عنا الامكانيات ونعاود ونقولوا اليوم ما في رمضان اعليش ما نلقاوش بنت الخزيف. وانواع هذو ما عندك ممثلين اذاعيين قاعدين كان في الاذاعة. ايه. ينجمو يخدمو لك بالجده بالجده وينو هذي الكل. ما نجمو يخدمو بالميان بغة. ما نطورش بش تطلب انا ديكارك بل. اي ديكار. اي ديكار. اي ديكار. اي ديكار. اطرب ميكو شوية ببشرة. ديكار. ما يتكلفش ديكار يضع واحد ديكار ويقعد انستالي. ويقعد انستالي كي ما شوفي حال معنات نجم تعمل فيه اه اجزاء متعدة بش نقولك حاجة اه صديقتي العزيزة. مفيت اينا عملت مسلسل اسمه اه منصف باي. لك يلزمك تقرأ السيناريو. كان في دور منصف باي فتحي الهداوي. واينا كنت بنته فريدة. والمخرج كيد محمد علي بالحارف. ما نحبش تسمي. معنا فيها. لي خدمت مع محمد علي بالحارف في الايذاء اقبل. بيان سوخ. لي لي انجران. نطفي العاكم يا انور العيشي محمد علي بالحارف نسلم عليهم الناس الكل. اه حبيب ولد وطاوة رفيعة بالحوت. رفيعة بالحوت. اه. يا حسرة. يا حيوي ايمان. جهد وايمان خدمت معهم جهد يا حيوي. عزيزة برباش. اي 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 اي. دونك عملنا المسلسل يلزمك تقرأ السيناريو. من الاروح السيناريوات اللي قريتها في حياتي. كينا حكيو على التاريخ. كان حلم وحكينا و باش انو يتلفز. يتخدم في التلفزة. لكن كيما كيما قالو سينا على غالب امكانيات. ان شاء الله ان شاء الله. الوطني اثنين بربي ان تالبوا منكم جد في تافيسة. بالحق طلب. عاودونا بنت الخزيف. عاودونا. يتعود. 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 في الصرحية اما. في الصمحية. انا الصبحية يعني اي. اي. مجم حكينا عدرامو. نجوم الدرامو. العبيد اللي ما لازمش ننسا هوهم. ما نجمش ننسا. اه. سي رضا عزيزة يرحمو. اللي توفى منذ ايام. جوز حبيت انو ماج. الشخص. كتشوفوا تصويرتو تفكروا. نس كل رينيه سي رضا. والنس كل تحبو. دونك. من بين العبيد اللي رحلوا علينا بعض سي مولاد كاروت. بعض سي برشة اسامي قاعدة كل مرة تغادرنا. وصلا ما ننساوهم. شنا عمد اضو. نمشوا انك انكاملوه في الدراسات امتي عنا ونرجعو شوية للجو على خاطر. اه. قال لك يا سيدي بن سيدك. الرجل هو المستفيد الاكبر من الزواج. على خاطر يلقى الاستقرار. الراحة. اه. الزوجة تلعب دور مهم في حياة رجلها. انجاحوا زيدا. على خاطر كي ما قلنا في ابسط الحاجات تلقى المراهة دي ما مسين درجة. لا تحبو يلبس بالجدية. تحبو في تصويرها مزين. تحبو ناجح. تحبو يتلهي بصحتو. اه. محمد صلاح عجبني على الاخر في ندوة عملها في الشارقة. حكي على دور زوجته. المهم في حياتولة هنا. نتأكدو. اللي الزوج هو المستفيد الاكبر. اه. من الزواج وخاصة. وسيمة في الراحة النفسية. على خاطر محمد صلاح. قال. اللي زوجته. هي اللي كانت مسين دتو. وممنى بيه خاصة. كل ما هذية محلها. ممنى بيه من اول مبدأ محمد صلاح. وكان ما احنا نعرف وقصته الكل. كانت مرته هي اللي دي ما ممنى بيه. ودي ما هي الداعم الاكبر ليه. قال زيدا. اللي هي تلعب دور كبير في الاستقرار متاعه. ونجاحه في مسيرته اللي اوصل لها اليوم. قال اللي العيلة. مهمة برشة في نجاح. اي شخص مشكين رياضي. قال زيدا اللي زوجته تخليه فرحان. ومتوازن. واللي الزواج هو مفتاح النجاح. يعطيها الف الف صحة. هذا يا مخليها. فما ايجا نقولك. فما كي تختار الانسان الصحيح. متجا ما تقول كان الكلام هذة في ندوة صحفية مع اي انسان ناجح مش اول حوار جيجي امرأة ولا راجل. سرين عبد النور مثلا في كل حوار. تشكر رجلها على وقفته معها. وطيقها تتكرم ولا حاجة تشكر رجلها. محمد صلاح من ناس الدمية. احمد السقى في كل مرة يحكي على مرته. اه برشة حتى البره شفنا دي جوه وغيرهم. معتا كدو دا كي بده مع العابدة صحيح. وسيخطو الانسان يدعم كراه وما يتنسيش. حتى حتى انامي معتا حتى صديق مش لزم راجل. اي. ما يتنسيش. احنا دي جا شفنا مروة اللي اغلب الرياضين الناشحين في مسيريتهم الكل. اه. اللي هما كانوا كانوا متزوجين كما ميسي كما ابراهيم وفيتش زيدا وسيما. اه. كان اه. وهي صعيب العيشة معها ابراهيم وفيتش. وهو زيدا قال اللي مرته تخليه متوازن وتخليه وتدعمه برشة. دونك الهنين شوفوا اهمية الاستقرار انجيني غالك سواء بالزواج. الاستقرار مهم على الخر. اه. التوازن. التوازن. التوازن هنا الاستنتاج اللي استنتجته انه رجل هو اكتر مفيد اه اكتر مستفيد من الزواج. حتى الزوجة زيدا. اي 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 اي. هو احنا هناك تراحكينا على الرياضيين. ما تصورش محمد صلاح سمحني هو حارمها زوجته من حاجة. صحيح ما تظهرش في الاضواء اختيارا منها هي مايش مشهورة هو اللي لاعب كورت قدمه هو اللي برسوناج بيبليك ولكن سمحني هو موفر لها كل شيء معناها اللي يحبه هي. اه. الحقيقة اوسيما الراجل الشرقي هو اكتر اه. مستفيد. كيفش نقوله ماات اكتر. الميكروب رب. ميكروب رب. مستفيد. ماني نتحرك اه. حزنس معك راني يا بشر. نعرف. أنت جيتش نعمل جاك الميكو لي اه. عرفتك اللي في الدها لازم ما توضر بي. ميتش نعمل لها كل ميكوه للأسف وطوة معاصر مش مش بويتنا واجدادنا. تبدأ بحديدة بوست الماء. يقول المرطة وصوب لي كس مام. أنا فهمت. ما نحبش نكبرها. ما نحبش خرجها على سياقها. ما تحس روحك ما يخده كي تاخد راجل كي انك ما يخده طفل صغير. انتي مسؤول على لبسه. اي رجل كل دي بي بي من داخل الكل دي بي بي ما مش فلكم بختموا. الحقيقة معناها. ما شفتاش ما زيلو طوة في الجيل هيدا. بشرة. سخلني لعشي. اخسر لي حويجي. تبدأ المرأة تخدم. معنايا وتربيلو. اي بش تسخنوا لعشي. اما زيدا مروى زيدا فهمة حاجة اخرى. فرعوني انتي من احماية تخرعوني. اهلا. 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 ايش فرعوني جملة انا في منيس اما اشناي ما تجي مشكو بشو سخل عشي الراجل. ايجا ما يحطهمش واحدة. انا ما نحملش لحويج بطايشين في القاعة. لازم يقول. ماذا بقالي يحط لي. ماذا بقالي يحط لي معناي فما مشكلة. لحو بمضر عامل طايشين في الدار. اهلا يا جماعة يا سيدا يا بن سيدا نقدم لكم في المباشر نموذش في التهنية الزوجية. خرجتولي موضوعي عن سياق وراه. ليه بي سايش خانحكيو هذا الموضوع خانحكيو جي جي. ليه بالحق حاجة مهمة. اشوف انا جسويتخي فيمينيست ومرأة نخدم. ونأمن بحرية المرأة ومتحرة. اما زيتا مش سمحني. ما عندي مرأة مرأة وراجل الراجل اللي حقيقة. ليه ليه. ايجا وقولك مرأة مرأة وراجل الراجل في الادوار والمهام. عما انك تعاوني الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سلم تعاون بيانسي. ما نشوش نمشي معاك للعلم اجتماع لا نمشي معاك نسمي لك الدرشنون. الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يعاون زوجاته. بتبيعها. دونك انتي كتراوح الستة متاع العشية. اه. اه. تمشي للقهوة. وتخليني اينا. مش اينا بشرة سلطانية. نحكي لك على على نمشي. نمشي راح بزغير من القرد ونبدأ في يجي البانية ونحط البانية وننصخن في العشية. او ممتون نحضر في عشية غدوة. وفي الكنتخ بختين نقري في الزغار. ونخمم كيف بش نخسل المعون. وندور لك حويجك في الماكينة. وانتي تجي ثمانية ونص من القهوة. تتعشى. تخسل سيجيك وترجدك. اه. اه. اي لا عندك الحق. هذي عندك مش نحكي في هذة. لازم يعاون. مهيش المرأة مكش ماخدها بش تقذي. اما انا زيدة فما نسيتها ويقول لك ليه ما نقذلوش ليه ما نعملش ليه آآ كل شاي لازم ننقسم ما بحضنا. ماشا كيكا مع انت كي يخدم هو ويدلك وانتي نهارتي هو تاعب انتي تعاونه هو يعاونك. والحياة اشتراك ما نصحب وهيش باب. اكي داي ايا. هيدا شو نقصد دينا. نتقاسم المهاجة لحقيقة. وكي يبدأ يحبك راهو ما يخليكش يعاون. بيانسو ما يش حرب. انا اللي حبيت عنيها. انا صدقت بصراحة. لاي والله عاوني مر والحقيقة. ربي فضل. انا نحاول الحق المتعربي مش شو نقول لكم اراني الرجل اللي عاون على الاخر. اما نحاول اني وتسخفني. ولاي ساعة مرتي كتبدا غاطسة ولية وتعبق والله العظيم نسخف عليه ونحاول اني نعاونها. النية موجودة. النية موجودة. النية موجودة. اما انا بخلي شوي. حق متعربي. وسمى جيني سؤال حسطه في مخيري. اللي هو. هل معاه انو الراجل انا انا حكيت عالموضوع هذي يا راهو احنا ديجا نعرفوها الكلمة اللي ديما كل راجل نجح راهو وحكيت لك عالملياردير هذيك اللي قال انا فروتي هذي الكل قاعدة وزيدة على خاطر معايا مرتين المرأة مهم جدا انها اتزم مع راجلها والتعاون مع راجلها مش معناها راهو احنا توم نحكيوه على معناها الراجل خايب راهو ليلي لي احنا نحكيوه اللي المرأة مهم على الخر من قديم الزمان راهو الراجل كان يخدمو يروح يمد للمرت وكلف ليست ويدخبهم وتبني الدار خط المرأة باصلي ها تعرف تتصرف اكثر من راجل هو هذيك هو راهو فهمت اما انا معاك رو كيف تقول الراجل يزمو يعاون وراجل تاولا يعاون راه ولا يعاون تاولا يقعي راهو للمكتب ولا يقسموا الادوار معتش توا سخطول يجوان لقاهم معرسين لقاهم يقسموا الادوار راهو ايكالحكية متاع مدلي دابوزمي وكوشي اذا كتلقاها من عرش دلول مماتو ولا اما بمعزة ميسينش كن مدلي دابوزمي مش مشكلة اما بشرة انت تحكى لفئة معينة اللي مزل منها هنا نصور لليم مزل واضحة ويبديو نسي يعاني وفي تونتخ بختي انا راني تونسية اكثر ببرشة من عرش نزين وقرابتو بابيونات لحقيقة معناها تراها يا سامحوني يا معينة هكاكا تراها هي خارجة في الشارع مسكينة ما عنداش حتى الوقت بش تخسل وجهها اي مش موكة الماشمتاها دار بالهناء وتخدم نو موي اي 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 وسبادر يمتاعوا بتلاثة ميات جينار وقول فريمون فارخ عمرو سبعة عشر سنة وهي تبدأ بحذه كي ينهى أمه عليش هيدا الكل على خطر هي هي الزدال الكل على كتفها ولهنين مشي ورل راجلك على ما ولدك على ما تربيه وراجلك على ما تسنف وانتي نرمال مو من أول نهار ايجا نقول لك اعطيني ياك الكاميرا من أول نهار لانتي راك اليوم بيش تغسل المعون من سريك مريرة في الفيل انتي راك بيش تعاوني في التاش وخلانية تقيدوا بتاش خطر احنا ساعة نسايا مروى نعطيه وزيد المجيل للراجل بيش انو يدلل راهو يا مسيو يا حبيب القلب يا روحي حتى بالكلمة الحلوة راك انتي كل يوم بيش تخرج تشري الخبز مع السبعة ريت ما شريش الخبز ما تهبتش تجري انتي ما فميش خبز لك انتي هو ما فميش خبز فمت مش بابا مسيليش يا روحي هاو عندي خبز جي نقسمه لي ليه يا روح بالخبز سبعة مطرع شاية يولي قانون تنزولت لتنزولت الزيدة لك اللي تتنزل انتي خاطر ايه يا روحي انتي معك ذروفك تعب مدية نقف معك انا مرات ونسيارة وانتو مع انتيس نبيع ذهبي على خاطرك نمشي معك وانتي حب انت يا بخيته وانتي راجلي راجلي اينا لكن في الكنتر بختين نلقاك ماكش حاسس بيا توجاع وتقلق وتولي ندخل فك الروتين الدبريسيف كيذي خليك رجل رومانسيz اي بحق خليك رجل رومانسي في الدار صدقني حتى كي ما تعاونش والله تتعدلك اي با اسمع عذية التشيتل نعطيكم تشيتل كولني بالهف با اي 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 كولني بالكلم الحلو يا اخويا كي ما تعملش كي ما نحب البرتونير اللي معاك والريه اللي انتي تحبه. نشوف شخصية جديدة. يعني انتي يكلك بالهفة. عالتي ما تكذب في يخدون بيان سوريا يكل بالهبت ليم اللي حلوه مش الهفة. انا موافقة. موافقة حاطينه ما. مش تكلم. ثم روش كوني لي لا يفعل. لا يتكلم. لا يتكلم. اسمح ليه ويبدأ في القهوة يا بشرة يفحك تتعبض الوحكة لهنه. يوصل الدار ولوليد المكبوس. يكش ما يدوروش بيه. لا عطينا لا خلص ثلاثوت. راهو سياسة يعملوها رجال اذي يا راه. عارفة سياسة. عارفتك يدخل متغشش. تيش بيك عزي. تعملش في قد بعضي. مدوش بيه. ومسكينة لوم لهنه بربي لا دورو بيه بوكم اليوم. اذي غالطة. غالطة. عاللخ دورو بيه. هنا نبدأ شيخ والدار نجيكم لهنين نكشب. اي عمدك حب. نقلب الادواء. اي اي. عند ربي هانيكو سبب الحال. عاللخة الصمت العقابي قتلك والله رجلي عملي صمت العقابي ارتحت متغنجيني. عنده عندها الحق ولا ارتاحة. اه. احنا في خضام المواضيع هذية. تعم بدلوا الجاو ونمشيوا الاغنى كلب في العالم. اهي. انا مسانا فيها لحكي هذية. اغنى كلب في العالم اسمع الكليب رو محظوظين ولا بالرسمي. برشع كليب انا شفتهم وشفت قصصهم محظوظين على الاخر. اما الكلب هذية. محظوظ برو ماكس. الحقيقة. فرو تقدر باربعمائة مليون دولار. راهو اربعمائة مليون دولار. هذي جنفر الرابع. شو اسمه حتى انت جنفر. جنفر الرابع. الرابع. يعني تحسوا. في رونك الاسم. اي تحسها سنينة. معناها فما جنفر اللون وثاني وثاني وثاني. هذا الاخبار اللي. اللي مقلقني. امبراتور. امبراتور. على خاطر. وصوله. وصوله المانية راهو. يخي تخسيبه مغيرة كي كمانية. وصوله المانية. ورف فروة كبيرة برشا. بعد ما توفيت صاحبته النمساوية. حطونا بربية كتابية. بش نتأسفل. صاحبته النمساوية. الكنتسة كارولينا. راهو محظوظ على الاخر يا وسيمة. ومتربي عند كنتسة بشرة راهو مش في اي بلاسة زي ده. حطانا الجي جي تابية غمانتيك بتحكينا على قصة حب. كلبه صاحبته. نجا اثرت فيها. صاحبته النمساوية. الكنتسة. يعني مش عند اي عبد. يعني هو الرابع. وهي الكنتسة كارولينا. عام الف وتسعة مئة وتسعين وتسعين وصت بش تخلي تركة كبيرة. قديش فيها تركة هذية. اربعمية مليون دولار. بش تلهيو بكلبها لمدالة العميلا. لازمها تطمين عليه بعد وفايتها. الكلب ورفقه صور ضخمة. فيلا فخمة في اميامي كانت سكن فيها مادونا. فيلا فغمة في جزر البهامة. سيارات فيرها. الكلب جنفر يعيش حياة الرفاهية. عندو زيدة طيارات خاصة. عشرات العاملين. عندو زيدة ميكلة مفضلة واللي هي اجود انواع اللحوم. وجلسات تدليق زيدة مرة في الجمعة. يجيو يعملو مساج وسامة. مساج. اه اه عايش غير مني. والله. ايه. اه. امنت. امنت. الكونتيسة كارولينا امنت صديقها المقرب. على الكلب امتحا. هناي السؤال. ام. الصديق. شو قول لك انا دي. لم يتأثر. استفادت الام. انا روما نحكي لك شكيكة. هنايا نحكيه على الوفاء يا وسامة. الوفاء على خاطر ساعات فما انسي. انا ما عندي فار. ما عنديش فارة. انسي في 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 ديار العجز. انسي ربيت برشة. مش لازم حتى روما بين الوليد. حتى صديق عملت معاه برشة. وطلع الكلب الرابع دي او فمنو. معنى هنايا نحكيه على معنى انتي تتصور انسينا. فضلة الكلب متاحا. اكيد صديقها هذي اللي دي ما يتعلم مع في الخدمة. راي خليطوا ناصيب منها ثروة. اما فضلة الكلب متاح. انتي تتوقع هكيكة. واش رأي. اكيد في احزان هلقات الكلب متاحا. اي جزء ما. وفما دراسة مروى تقول احنا اتخلنا في الموضوع هذي. اللي الكلب معظمية العبيد اللي عندهم كلب بيحكيه مع كلبهم. اه. ولقطة تسهم. يعني عادي راي وقتها في وقت من الاوقات الكونتسة هذي كان تشكي بهمها. اللي الكلب متاحا. دونك هونيا نحكيه على الوفاة. واللي هي اربعمائة مليون دولار خليتهم له. على خاطر اكيد الكلب كان يسمحها. اكيد الكلب كان يحن عليها. هي ارات انه هو يستحقهم. انه هو الوحيد اللي يستحقهم. انا بلا انا ارات لي ما يستحقهم حد. انه. بلا. صعب تعرفت علي. والله. اه. دلت لها تفكيرها معناها الامة لازمها تستفيد كي ما قال اسامة تستفيد وتتعلم الوفاة وتتعلم اه ونعترفوا بالجميل بها كي نقول اينا رو الانسان هذيك في يوم الايام هو اللي كان سبب في برشة حاجات. ونكونوا هكا محلينا مبعضنا ونعترفوا بالجميل. اعطيني الخبار لي بعض الزيجي خلينا نكمله. سمحني بالنجا مش ما نقلكش. في الميكرو يا باشر قل. يعيشوا الكلاب في ريوس المهبلة. مثال تونس يدي اخوة. مثال تونسي هيدا. ايه. برا مشوا الاخبار لي بعضهم. نمشوا ونكملوا الاخبار هذي يا امتاع الكارتة قل كي سيدي انتي وقتش تحس بالسعادة وقتلي تتعامل بالبطاقة وإلا تتعامل بالكاش حسب دراسات اتعاملت في جماعة ستوري كشفت اللي رغم انتشار الدفع الالكتروني اربعة واربعين بالمئة من الناس ما زلوا يفضلوا الكاش في مواقف معينة مثلا اذا كان يجيوا يتحكموا في مصاريفهم معنى يحبوا يحدوا من المصاريف امتاحهم يستعملوا الكاش على خاطر كل ما تخرجوا في روس من ستوشك كل ما تعرف وين ماشيين اللي بليسهم وخاصة في المطاعم اذا بيك ما تخلطش بالكارتة على خاطر تتحل الشيهية وتبدأ تخلص تخلص وفي الشوبينج زيدة وما تفطن بروحك الى جيك تنننك المساج بتاع البانك وقالك ستوب حاجة اخرى اللي يستعملوا الكاش يصرفوا اقل بنسبة خمستاش العشرين بالمية مقارنة باللي يستخدموا الكارتة عشان اخرى الناس تحس بسعادة اكثر وقت اللي تصرف بالكاش وتمس وتشم ريحة الفلوس على خاطر تحس بقيمة الحاجة اللي شريتها وينجموزيدة يتحكموا في المصاريف على خاطر ستوش وقتها هو اللي يتحكم فيك مش الكارتة لكلام مسحيح بعد الاخبار مش نرجع ناخد رايكو في موضوع ذي خطر مهم على الاخر في اخر ترندت من ترندت جي جي سينوهم كاملين سؤال الحلقة يقول هل تمر بالمثال يقول الشركة تركة ضيفنا الفانين وليت الصالح في ساعتنا ثانية من كوتنف بعد الاخبار خليكم وغشيها لها في محلقة جوف